مرحباً كيف تكون؟ نتمنى تكون بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الجزارة حول أحكي فيها الأحوال العاطفية لإلا كل الشريك كذلك رح تحدث عن الأوضاع العامة بس رح ركز على الأوضاع العاطفية أكثر ورح تحدث كذلك حتى عن العذاب رح نشوف شو بيخبئ لهم شهر جون بالنسبة لهذه القراءة فهي تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية تكون قراءة عكسية وخاصة في العلاقة العاطفية بالنسبة لبرج الجوزاء عم شوفك سراحتان عندك كأنو أنت عم تحب من جديد في علاقة حب جميلة، أنت عم تشعر بمشارج جميلة تجاه إنسان وممكن يكون هذا الإنسان من أبراج طربي أو من أبراج ناري أو هوائي كذلك عم شوفك كثير سعيد بهذه العلاقة عم شوفك في طاقة كثير حلوة بالنسبة لهذا الشريك فأنا نفوفه سراحة شخص ناجح جدا عمليا كذلك حتى ناجح بكل شيء، أوكي؟ ممكن هو يكون شخص تعرفت عليه منذ الطفولة، كنت تعرفه كم جار لألك يعني في شيء من الماضي، ممكن درس معك بالطفولة عم شوفه لهذا الإنسان كأنو طلب إيدك أو تأكلم معك بما يتعلق بالزاواج لأنو عمي طلالي الانجيجمنت وكمين الزاواج عم شوفه في رغبة بالزاواج من هذا الإنسان لألك، أوكي؟ عم شوفه يرغب بالزاواج، وكذلك عم شوف عم شوفه لهذا الإنسان يحمل مشاعر منذ زمن اتجاهك، أوكي؟ يخبيها لحتى أفصح فيها لألك، أوكي؟ لما قلت إنه هذا الوضع منذ زمنه هو عم يراجعه وعم يفكر فيه يعني صار له مدة طويلة وهو عم يفكر فيك وعم يفكر بالعلاقة باعك، أوكي؟ أو ممكن أنتو صار لكم زمين وانتو ما بعض ويعني صارت فكرة الزاواج تروضه بالوقت الحالي لن أنكر، علاقتكم عم تمر من اختبارات في كتير أشي عم تخليكم تتزعلوا مع بعض، تتخاصموا، وخاصة أنت عندك مشاكل تتعلق بالعائلة، هو لا يفهم هذه الأمور وممكن أنت شوي عندك ضغط من العائلة ما عم يخليك أنه تكون سعيد، وهو عم يزيد الطين بلي، وعم يحكي لك أشياء عم تقلمك أنت، أوكي؟ عم شوفكم شوي أنتو حلق بالوقت الراهن، متشاكرين مع بعض، وفي مشاكل بينكم، ومسا عم شوفها مجاك مو أكثر يعني مستقبل العلاقة عم شوفوا مرهون بالأوضاع الحالية، لأنهم عم شوفكم شوي ما عم تتحدثوا مع بعض، ولا بتتكلموا مع بعض، العلاقة مراكزة حاليا، أوكي؟ عم شوفك أنت مسكر أبويب الصلحي، مكبر راسك، خلص ما بدك تحكي معه، هو كمين عم شوفه مكبر راسه ومساكل الأبويب، عم شوف فيه شجارات، عم شوف فيه خصامات بينك وبين هذا الإنسان، بس فيه حب كبير بيجمعكم، عم شوف حتى مستقبل العلاقة للمدى المعيد يقول إلى شيء من الخير والوفري، عم شوفها أنه حتى ممكن يكون فيه استقرار دائم بينك وبين هذا الإنسان، أوكي؟ مهما حاولتوا أنه تتخاصموا في مشاكل، الطاقة تقول إلى أنه في شيء جيد سيحصل بالمستقبل مع هذا الإنسان، أوكي؟ بالنسبة للطاقات ممكن أنتو عم تتعاملوا مع برش الأسد، برش العذراء، عم شوف كذلك أبراج هوائية، نارية وترابية، بانتياز، أوكي؟ بالنسبة لهذه الأوراق عم شوفها لأنه فيه زاواج، أوكي؟ فيه وعد بالزاواج من هذا الإنسان، أو للبعض إذا ما انطبقت هذه القصة، أو ما انطبق هذه الحكاية تبع الزاواج، فممكن أنتو تتعاملونا مع شخص متزوج، أما لأنه يعني تقريبا أنه طلعت لي ورقتين على أنه هذا الإنسان هو زوجك، أوكي؟ عم شوفها لأنه فيه بيقلك أنه آمن بالمستحيل، يعني إذا حتى لو هذه العلاقة مش بالوقت الراهن، عم تحسها ناجحة جدا، بس رح تكون يعني مستقبلة جيدة، رح حاول أنه تآمنك حتى لو العلاقة مستحيلة، أكيد رح يكون شيء إيجابي، لأنه آمن بكل شيء، كمين هون بيقلك آمن، لازمك إيمان، إيمان بالعلاقة، إيمان بالشريك، إيمان بالأشياء الحلوة دائما، حتى لو أنت حاليا ما عم تشوف أنه في بصيص أمل بالعلاقة، ممكن أنتم تجاكلين في مشاكل، في كتير أشي، بس مستقبل العلاقة جيد جدا، أما بالنسبة صراحة للعزيب، عم شوفهم مسكرين كل الأبواب، أنه حدا يحكي معهم، أنه حدا يبدأ علاقة معهم، عم شوفهم مجروحين من الماضي، عم شوفهم خلص، العلاقات مش ناجحة معهم، وخلص سكروا باب نهائيا أمام العلاقات، يعني العلاقة بيشوفوها عم تستنزفون طاقيا وكذلك أمجيب لهم ألم داخلي، لهيك أنا عم شوفهم مسكرين أبواب العلاقات بصفة نهائية، عم شوفهم يهتموا لحالهم، لسعادتهم الخاصة أكثر، ما بيهتموا لشيء آخر، بالنسبة للطاقة العامة كما قلت، فأنا عم شوفهم، عم شوف في لمة بالبيت، في التقاء مع الناس، خاصة ألتقاء مع أفراد العائلة، عم شوف كذلك حتى أموال تأتيك من إرض، أو أموال تأتيك من الشريك، إذا كنت أنت متزوج، أوكي؟ عم شوف كذلك على أنه ممكن يكون في سفر، عم شوف في سفر سريع، سيأتي إليك بالشهر شون، خاصة البلدان اللي، اللي صار عنده شوي الأوضاع محل حالي أكثر، فأنا عم شوف في سفر، عم يطلع لي سفر، عم شوف في لقاء، عم شوف حتى في زاويج، عم يطلع لي لأصحاب برج الجوزع، عم شوف الأوضاع ممكن يكون، عم شوف كذلك حتى في أوراق طبرى لبرج الجوزع، في أكتيفيت كتير أشي كتير لبرج الجوزع، بشهر جون، للبعض منكم كذلك، عم شوف في أموال عالقة منذ زمن طويل، راح ترجع، أوكي؟ في عودة هذه الأموال، ممكن حدا أقرضتو مال، راح يعود هذا المال إليك من جديد، أوكي؟ عم شوف على أنه ممكن كطاقات عم شوف برج الدلوة، عم شوف برج الحمل، برج الجوزع، عم شوف أبراج هواية، كذلك حتى عم شوف برج الثور، عم شوف أبراج ترابية، هواية، ومائية، ممكن عم شوف على أنه عم شوفك بالوقت الحالي طاقتك كتير زعلين، كتير منكسر، كأنه في شيء ضع لإلك، كأنه في طاقة سلبية عم تعيشها يا صاحب هذه القراءة، عم شوفك مكتئب بحالة نفسية صعبة، ممكن كذلك الـ Five of Pentacles، بتاني الجفاف، الفقر العاطفي، الأحاسيس الجافة، يعني أنت كل هذا الأحاسيس عم تشعرها بالوقت الحالي، عندك كتير نظرة سلبية حتى للحياة بالوقت الحالي، عم شوفك كتير من الأمور سلبية بحياتك، وكأنه الشخص اللي كنت عم تحبه خانك أو غدرك أو راح عنك، يعني في كتير من الخسارات بهذه الطاقة، عم شوف كذلك على أنه حتى مشاعرك فيه نوع من الخسران، أنت عم بتحس حالك خسرت العلاقة، خسرت دايما بومت هذه العلاقة، ممكن شخص الآخر اللي أنت معه مبتعد عنك، ما بيحكي معك، يعني مبتعد بنسبة كبيرة وحتى ما بيتكلم، ممكن حتى أنا عم شوف هذا الإنسان بالوقت الحالي يعني سعيد جدا، وكأنه ما عنده هذه المشاكل اللي عم تعيشها يا صاحب هذه القراءة، عم شوفه كتير سعيد، عم شوفه فرحان، عم يحقيق أحلامه، عم يهدف لتحقيق أحلامه، ما عنده هذه الكآب اللي عم تعيش فيه أبدا، عم شوف كذلك حتى أنه ممكن غاوي علاقات، بده يدخل بعلاقات جديدة، بده يكتشف الحياة، لا هيك عم شوفه سعيد، وعم يحقيق أحلامه، بس أنت عم تحس بتعب نفسي كتير كبير، هذا الإنسان كذلك يعشق، إذا كان الرجل يعشق النساء، يعشق النساء، الجميلات، المبتلئات للجسم، شخص كتير مادي، كتير أرضي، هذا الإنسان بحب الفلوس، بحب النجاح المادي، بحب النساء، الجميلات، بحب كل شيء أرضي، بحبه، كمان مش شخص زبتك تبحث عن شخص روحاني، شخص هيك حساس، ليس بهذا الشخص، أبدا، أوكي؟ عم شوف حتى على أنه ممكن أنت تأمل يعني بالمستقبل أنه ترجعوا لبعض، أنه تحكم مع بعض، أنه تصلحوا العلاقة مع بعض، بس ممكن الإنسان الآخر بالوقت الحالي ما أنه أبدا يعني مش طارح الفكرة أصلاً بدماغه، هذا الإنسان بفكر وبيعيش حياته، يعني هذا الإنسان ما بفكر بالماضي، ولا بيرجع للثناية الماضي، بل بالعكس بيعيش المستقبل، ودائماً طموح للمستقبل، ممكن أنت تتعامل ما بيرجع الحمل، لأنه عم شوف كتير طاقة نارية، هذا الإنسان يعني ما بيعلاق بمكان معين، ما بيعلاق بطاقة معينة، بيقول أنه هذا الإنسان راح من حياتي راح يعني راح اكتئب أبدا، هذا الإنسان لما بتنتهي علاقة أو بنتهي أي شيء، بيبدأ شيء جديد، ممكن كذلك عم شوف مشاكل بيناتكم ترأيت، لأنه أنتو كتير مختلفين عن بعض، ممكن تكون ديانتكم مختلفات، ممكن تكون أنت من دياني وهو من دياني أخرى، ممكن كذلك حتى اللغة تختلف، ممكن الجنسية، ممكن حتى أنه يكون هو أكبر منك، أو أنت أصغر منه، يعني فيه اختلافات في فروقات كتير كبيرة، ممكن يكون مش من نفس بلدك، يعني عم شوف فيه اختلافات كتير كبيرة بيناتكم، ما عم تخلي أصلا العلاقة تكون راكزة، أوكي؟ عم شوف كذلك على أنه فيه كثرة كلام، فيه كتير ناس كانوا يتدخلون بهذه العلاقة، عم شوف فيه قيل وقال، فيه ناس عم تتكلم، فيه ناس عم تتحدث بالظهر، ممكن أنت كشخص على نياتك ممكن تحكي الأسرار اللي بالعلاقة، والناس ما بتتدخل إلا بالشر، ممكن عم شوف على أنه كذلك ممكن فيه ناس تدخلت وقالت أشياء مش صحيحة عنك أبدا لهذا الإنسان، ممكن ابتعد عن ساحتك، وبتعد عن طريقك، لأنه هو كان يقال عنك كلام مش مزبوط، أو كلام سيء، لحك هو ابتعد، عم شوف كذلك على أنه شوفوا، أنا عم شوف على أنه هذا الإنسان بالرغم من كل هذه المشاعر التي يشعر بها، أو عم يبينها لإلك، أو ممكن يدخل بعلاقات، فهذا الإنسان كتير حزين على فراقك، على ابتعادك عنه، ممكن لا يظهر ذلك، ممكن هو مش عالق بمنطق معينة، بس هذا الإنسان عنده افتقاد كتير كبير لعلاقتكم، يعني حزين جدا على ابتعادكم عنه، كتير حزين، لأنه عم شوف لأنه هذه الورقة أشياء يخفية عنك، ما عم يحبرها لإلك، وهو التعب النفسي، يعني هذا الإنسان كتير تعبين من دونك، تعبين ومتألم من داخل، بس ممكن لا يظهر ذلك أمامك، عم شوف عنده نواية أنه يرشع العلاقة، وعنده نواية أنه تكونوا مع بعض، بس ممكن عنده شخصية الشخصية اللي هي متكبرة، شخصية اللي ما عم تسمح لحاله أنه تطلب السماح من أحد، لأنه عم شوفه شخص ممكن عنده أنا كتير علية، عم يشوف حاله كتير كبير بهذا العلاقة، يعني صعب أنه بالنسبة له يطلب السماح من شخص بعين، بس أنت شخص حساس جدا، هذا الإنسان مش حساس، كما أنت، عم شوفه كذلك يشعر بألم ويفتقدك أصحاب هذه القراءة، ممكن بالنسبة له، ممكن يفكر أنه يصلح العلاقة، أنه يرجع الاستقرار الذي فقدتموه بالعلاقة، وممكن العلاقة صلى مدة وانتم ما بعد، لهيك عم شوف فيه تعب نفسه، بس عم شوف فيه خطوة، فيه خطوة للإصلاح، فيه خطوة لرجاع الاستقرار بيناتكن، عم شوف حتى للبعض ممكن يكون فيه زواج، يكون فيه خطوة، يكون فيه عقد قراءة، يعني للمستقبل البعيد، العلاقة كتير رح تتطور للإحسان بالمستقبل البعيد، بس بالوقت الحالي عم شوفها كتير عالئة بتفاصيل سيئة، وعم شوف فيه تعب نفسي كتير كبير بالنسبة له إليك، وبالنسبة له إليه، بس هو يخفي ذلك، مام يظهره للملأ، عم شوف كذلك على أنه فيه ورقة بتحكي على أنه منا كل واحدة، أنت منك لحالك، حتى لو حسيت حالك أنك وحيد، لأنه عم تطلع لي بطاقة الإنسان الوحده، اللي بيحس حاله ومنه معه أحد، بس منك يعني وحيد بيقلك أنه هذي الطاقة اللي عم تشعر فيها بالوقت الحالي، لازم تشعر فيها، ليش بقى؟ عشان تتراجع لورا، ترتاح شوي نفسيا، بعدين تبدأ العلاقة، حتى لو رجعتوا لبعض، تبدأ العلاقة من جديد بنفس جديد، تحاول أنه تشوف الأشياء اللي كان عندك مشاكل فيها بالعلاقة وتصلحها، ما ترجح هذه المشاكل تظهر من جديد، كأنه هيد الفترة هي فترة نقاهة بالنسبة لعلك، فترة استجمع، فترة للاستراحة واسترجاع النفسية، منا وقت للاحساس المؤلم، عم نشوف كدلك على أنه هون بيقلك أنه لازم تنظف محيطك، سواء نفسيتك، سواء حتى طاقتك، حاول أنه تتغيره، أنه تتغير النفسية، أنه تشم هوا، أنه تغير كل شي سلبي حوالي، كل شي عم تحسه سلبي، حاول تغير هذي الطاقة، حاول تشيل هذي الطاقة، وتفكر بشكل إجابي بالحياة، لأنه كل ما فكرت بشكل إجابي، كل ما الحياة أقدمت عليك بالإجابيات، عم شوفي كتير طاقة سلبية، بس حاولوا أنه تشيلوا هذي الطاقة، لأنه كل شي ينتظر لكم حلو، عم شوفي راجعة في إصلاح للأمور، بس حاول أنه تتفهم هذي الطاقة طبعا الشريك، ممكن الإنسان حتى لو كان من أبراج أخرى، فأنا أحسه شخص، يعني شخص مندفع، شخص قيادة، شخصية كتير قوية، من من الشخصيات السهلة أو اللي عم تتنازل بسرعي، عم شوفها شخصية قوية جدا، لهيك كل الشخصيات القوية بيكون صعب التعامل معها. ترجمة نانسي قنقر